السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابة وقاتكم بكل خير أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية أبدأها بالعنوين سمو ولي العهد يستقبل الرئيس السنغالي ويستعرضان أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وزير الصحة يؤكد أن الوضع الصحي للمعتمرين والزوار مطمئن ولم نسجل أي تفشيات وبائية المملكة تصضيف قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة الثاني والعشرين في نوفمبر القادم سلطات الاحتلال تواصل انتهاك باحات المسجد الأقصى ومطالبات فلسطينية بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات مرحبا بكم التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم فخامت الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف الجوانب بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العبان الوزير المرافق ووزير السياحة أحمد الخطيب وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد أنفعي فيما حضر من الجانب السنغالي وزيرة الخارجية السيدة عيسا تاتال سال والوزير المستشار الدولوماسي لرئيس الجمهورية السيد عمر دنبا والسفير السنغالي لدى المملكة ماماد جاهية أدى فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال اليوم مناسك العمرة وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن الوضع الصحي للمعتمرين والزوار في مكة المكرمة مطمئ حيث لم تسجل بينهم حتى الآن أي تفشيات وبائية أو أمراض وأبانا أن الصحة تواصل تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية للمعتمرين من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بمكة المكرمة والمراكز الصحية بالحرم المكي مشيرا إلى أن الخطة الوقائية التي أعدت لموسم عمرة شهر رمضان لهذا العام تتضمن الإجراءات الوقائية وإجراءات التقص الوبائي والاستجابة للأمراض المعدية ذات البعد الوبائية استكملت الوكالة المساعدة للشؤون العلمية والفكرية التابعة لوكالة شؤون النسائية برئاسة شؤون الحرمين ممثلة في إدارة مقرأة الكتاب والسنة النسائية بمبادرة ورتل والتي تستهدف تعليم قاصدات بيت الله الحرام القرآن الكريم مبادرة ورتل هي أحد مبادرات إدارة الشؤون العلمية والفكرية النسائية بشؤون الحرمين والتي جاءت بهدف تصحيح التلاوة والحفظ كل حلقة مختلفة عن الأخرى حلقة لتصحيح التلاوة حلقة لحفظ القرآن الكريم حلقة لتثبيت التلاوة ولتثبيت الحفظ والإتقان يقوم على مبادرة ورتل معلمات مجازات في علم القراءات العشر المتواترة يعلمن قراءة كتاب الله تعالى قراءة صحيحة منضبطة يطبقن أفضل أساليب تعليم كتاب الله تلاوة وحفظا وعملا نالت المبادرة في هذا الشهر إقبال كثيف من الزائرات مراجعة حفظهم وتثبيت الحفظ يعني أغلب الزائرات ما شاء الله تبارك الله فيه منهم اللي ختموا عندنا ما شاء الله من بداية الشهر إلى الآن تعلمت حضرتك الكراءة وقد مغلط في حروف ذاتي ومعلمة حضرتك صحيحة لتي لازم تطلعي في طرف اللسان الحمد لله حبيت الحلقات تصحيح التلاوة يعني أبقى صحيح تلاوتي ما كنت أعرف صحيح التلاوة لكن الحمد لله جاءت هذه المبادرة امتدادا لمبادرات سابقة عديدة أطلقتها إدارة مقراءة الكتاب والسنة النسائية أهمها مبادرة القراءات العشر ومبادرة بصيرة التي تستهدف ذوي الععاقة وكبار السن ومبادرة ترجمة تفسير القرآن الكريم خالد الربعي الحرم المكي الشريف ثمنت الجامعات الماليزية ومن سبوها برنامج افطار الصائمين في ماليزيا للجامعات والمؤسسات غير الربحية والمستشفيات في خطوة تؤكد أواصر الروابط بين البلدين الشقيقين مع بزوغ شهر رمضان المبارك دأبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر ملحقياتها بسفارة المملكة لدى مملكة ماليزيا على تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين عبر برامج إفطار وتوزيع الألاف من الوجبات وعشرات الألوف من السلال الغذائية وفق الإجراءات الاحترازية في مختلف الولايات الماليزية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمساجد والمستشفيات والمنظمات غير الحكومية كما نظم السفارة المملكة حفل إفطار في الجامعات الحكومية والخاصة بحضور عدد غفير من المسؤولين في الحكومة الماليزية والقيادات الأكاديمية البرنامج الذي كان موضع شكر وامتنان من مختلف الأطياف السياسية والدينية الماليزية لما تبدله المملكة من جهد في خدمة الإسلام وإشادة بدور قيادتها الرشيدة في تلمس احتياجات المسلمين برنامج هدية خدم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين يقام بشكل سنوي بالتنظيم من وزارة الشيون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال جائحة كورونا تم توزيع وجبات الأفطار على العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء في هذا العام يهدف البرنامج على توفير الآلاف الوجبات للصائمين خلال شهر رمضان شمل البرنامج جامعة ملايا المؤسسة التعليمية الأقدم في ماليزيا وضمن أفضل مئة جامعة في العالم والتي منحت درجة الدكتوراه الفخرية في الآداب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تقديرا لجهوده وإسهاماته في خدمة الإنسانية وضمان الازدهار العالمي أقدمه شكري وامتناني لخادم الحرمين الشريفين بواسفارة المملكة العربية السعودية على تنظيم برنامج أفطار للصائمين في ماليزيا كما هي عاداتهم كل عام وهذا من التعاون المحمود بين الأشقاء جزاهم الله خيرا على جهودهم وكرمهم لم يكن هذا البرنامج الأوحد للسفارة في هذا الشهر بل سبقه تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وكذلك هدية خادم الحرمين الشريفين من نسخ القرآن الكريم مترجمة إلى لغة الملايو هيصل برنامج الخير في شهر الخير إلى قرابة المليون مستفيد في الأرخبيل الماليزي لقناة السعودية محمد غروي كوالا لنبور مشاهدين الكرام ولمتابعة الخدمات التي تقدم للمعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام وحول المسجد الحرام حول هذه الخدمات ينضم إلينا من مكة المكرمة مراسل أخبار السعودية زميل باسل ممدوح أهلا بك باسل حدثنا عن حركة المرور في هذه الأثناء خصوصا بعد أن أدى المصلون صلاة الترويح لهذه الليلة وأيضا بعد قليل ستكون صلاة التهجد هناك منظومة خدمات متكاملة بالتأكيد وفي الجانب المروري تعودنا في كل عام وفي كل موسم عمرة وفي شهر رمضان المبارك أن تكون حركة السير من وإلى المسجد الحرام تتم في سهولة ويسر للمصلين والمعتمرين بالتأكيد وشيء أهلا وسهلا فيك عزيزي هلال وبالسادة مشاهدي قناة السعودية بالتأكيد نحن الآن نقف هنا في مكة المكرمة لنقل لكم هذه الصورة تحديدا هنا على إشارة الدوارق هذه الإشارة المؤدية إلى المسجد الحرام وكذلك إلى طريق جد السريع وكذلك إلى المنطقة المركزية بالحرام المكة الشريف نشاهد كثافة كبيرة من المعتمرين والمصلين الذين يأتون إلى مكة المكرمة لآدات صلاة التراويح وكذلك لآدات العمرة بالتأكيد هناك حركة السير قائمة في مكة المكرمة لا يوجد هناك تكدسات لا يوجد هناك كذلك ازدحام مروري الجميع هنا يعمل على قدم وساق كما تشاهد كذلك كاميرا السعودية بالتأكيد حركة السير قائمة على قدم وساق نشاهد لا يوجد تكدس لا يوجد ازدحام بالتأكيد جميع وسائل النقل تعمل مثل النقل العام وكذلك النقل الخاص نشاهد حركة السير قائمة على مدار الـ 24 ساعة بالتأكيد قبل فترات انتهت صلاة التراويح من الحرم المكي الشريف وبعد ذلك سوف يتم كذلك أهداة صلاة التهجد من الحرم المكي الشريف بعد الساعة الثانية عشر إلا ربع نشاهد حركة السير هنا تعمل بكل يسر بكل سهولة لا نشاهد كذلك تكدس كما تشاهد كاميرا السعودية شكرا لك زميري باس الممدوع على نقل هذه الصورة الحية والمباشرة من أحد المواقع في مكة المكرمة أعلن المجلس العالمي للسفر والسياحة اليوم في الجلسة الختمية لقمته العالمية المنعقدة في مانيلا أن الدورة الثانية والعشرين للقمة ستعقد في العاصمة الرياض في التاسع والعشرين من نوفمبر القادم وكانت قمة مانيلا قد جمعت أكثر من ألف وفد رفيع المستوى من حول العالم ومن ضمنهم قادة الأعمال والوزراء وصناع القرار في قطاع السفر والسياحة العالمي التبادل النقاشات والأفكار حول كيفية تعزيز رحلة تعافي القطاع الجدير بالذكر أن المملكة تمثل الآن وجهة جديدة وطموحة تهدف إلى رسم ملامح قطاع السياحة ليصبح أكثر مرونة وشمولية واستدامة تجاوزت حصيلة التبرعات التي تلقتها المنصة الوطنية للعمل الخيري أحسان أكثر من مليار وتسعمائة مليون ريال استفاد منها أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألفا وتعود التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري بالنفع على مختلف المجالات الخيرية الصحية والاجتماعية والغذائية والسكنية والتعليمية وغيرها هذا وتواصل المنصة استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء الملك عبدالعزيز بالدم من أحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وستين ألفا وثمانا وعشرين حبة عثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ ميناء الملك عبدالعزيز عبارة عن أعمدة حديدية وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية عثر على تلك الكمية من الحبوب ضمن الإرسالية بحيث جرى إخفاؤها بطريقة فنية داخل تجويف الأعمدة وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط وبالتنسيق مع المدرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبل المضبوطات تم بفضل الله القبض عليهم وعددهم شخصا أهلا بكم من جديد تبقت ثلاثون يوما على انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتسجيل مستفدي الضمان القدامى في منصة الضمان المطور لنقلهم بعد أن حددت ستة أشهر لذلك وبينت الوزارة أنه لا يوجد انتقال تلقائي للمستفيدين في النظام السابق لاختلاف البيانات المطلوبة ومعايير التأهيل بين النظامين السابق والحالي ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستفدي الضمان الاجتماعي القدامى للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية برنامج الضمان الاجتماعي المطور خلال المدة ستة أشهر وذلك بدءا من تاريخ إطلاق المنصة كشفت اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية التي قرها مجلس الوزراء مؤخرا عن آلية تحديد أنواع ونسب وقيمة الدعاوى والمطالبة في الدعوى وغير المحددة القيمة وبحسب مواد النظام تقدر التكاليف القضائية للدعوى المحددة تقدر القيمة على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها بحيث تكون النسبة 5% إذا كانت قيمة المطالبة أقل من 100 ألف ريال و 4% إذا تراوحت بين 100 ألف و 500 ألف ريال و 3% إذا كانت بين 500 ألف ريال و مليون ريال و 2% للمطالبات بقيمة مليون ريال فأعلى وتتحمل الدولة التكاليف المستحقة على مستفدي الضمان الاجتماعي هذا وفصلت اللايحة التنفيذية تكاليف القضايا بالعودة لأصلها المالي وفي الدعاوى غير محددة القيمة تكون الدعاوى الجزائية الخاصة 10 ألف ريال و في المنظورة بالمحاكم والدوائر التجارية 5000 ريال و 3000 ريال في المستعجلة أو المنظورة بالمحاكم العامة أو منازعات التنفيذ و 2000 ريال للمنظورة بالمحاكم والدوائر العملية لتفاصيل أكثر حول اللايحة التنفيذية لنظام التكاليف القضايا ينضم إلينا عبر الهاتف المشرف على مكتب التشريعات بوزارة العدل الأستاذ مصعب الجماز أهلا بك أستاذ مصعب معنا في هذه النشرة إذن حدد نظام التكاليف القضائية أنواع ونسب وقيمة الدعاوى نريد من خلالك أن نتعرف على هذه النسب وأيضا مدى ملاءمتها للقضايا المرفوعة وطريقة استخراج هذه النسب المحددة حياة الله أخي الكريم وحياة الله ومشاهدين ومشاهدات نشرت هذا اليوم في يوم القرى اللايحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية والتيأتي مع النظام ضمن الجهود لتطوير البيئة الشهير المرفق العدلي بقيادة خير محدودة من القيادة الرشيدة اللايحة أتت بتفاصيل للتكاليف القضائية ممكن نقسم حتى نبسط الدعاوى هنا وعين قبل ذلك أن هناك دعاوى مستثنى لا تفضل عليها تكاليف قضائية مثل الدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية أو ديوان المظالم وكذلك الدعاوى الجزائية العامة أما الدعاوى التي تختص عليها تكاليف فهي نوعين دعاوى محددة القيمة ودعاوى غير محددة القيمة محددة القيمة مثل طالبة بمئة ألف ريال مثلا أو مبلغ من المال أو ما في حكمه كما يتعلق بالعقود هذه تكون بنسبة من المطالبة وفق الشرائح التي تفضلت بدكرها النوع الثاني من الدعاوى هي الدعاوى غير محددة القيمة مثل إفراغ إخلاء عقار فهذه غير محددة القيمة فتفرض لها تكاليف ثابتة بيانتها اللايحة التنفيذية بالتفصيل بحسب نوع الدعاوى والمحكمة التي تنظر هذه الدعاوى هذا باختصار فلسفة اللايحة في فرض التكاليف على الدعاوى وأما الطلبات فحددت لها مبالغ ثابتة علىها التماس على تنظر 10 ألف ريال وهناك طلبات تبدأ من 500 ريال نعم الجميل أيضا في هذه اللايحة وفي هذا النظام أن مستفيدية ضمان الاجتماعي تتحمل الدولة تكاليف التقاضي عنهم صحيح وهذه أضافتها اللايحة وقرامج الوزراء بالإضافة إلى الفئات المعفاة في نصف النظام مثل مسجنون في القضايا المالية وكذلك العمال والموظفين في الدعاوى العمالية وهذه كلها استثنيات لأسباب اجتماعية واضحة نعم كيف تساهم هذه اللايحة وهذا النظام نظام التكاليف القضائية في تنظيم رفع القضايا ووضع آلية تنظيمية لها كيف يؤثر هذا النظام في الحد من القضايا الكيدية جميل النظام بإذن الله من هدافه التحسين الإيجابي لسلوك المتنازعين قبل النزاع فهو سيحب إن شاء الله من توثيق العقود الناس يوثقون عقودهم هذا مبدأ واضح ثم بعد النزاع سيحب بإذن الله من الدعاوى الكيدية وسيحد من المماطلة في الحقوق لأن المماطل أو الذي يفع دعوى كيدية سيكون في حسابه أنه إذا ذهب إلى المحكمة قد يتحمل إضافة إلى الحق مبلغ التكاليف لأن الفلسفة النظام مبنية على أنه سيتحمل تكلفة طرف الخاسر فهذا سيجعله يتردد إذا أراد أن يماطل على رفع دعوى كيدية حتى لا يتحمل التكلفة فهذا بإذن الله مع الوقت سيحسن من السلوك الإيجابي بإذن الله بإذن الله أشكرك الأستاذ المصعب الجماز المشرف على مكتب التشريعات بوزارة العدل وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم اتفاقية تعاون مع الصندوق الخيري الاجتماعي وتهدف الاتفاقية إلى ترشيح المستفيدين المسجلين في تراحم والمشمولين بالنظام بالضمان الاجتماعي وتسهيل الاستفادة من خدمات برنامج كفالة الذي ينفذ مساراته الصندوق كما تشمل الاتفاقية تقديم خدمات التمويل للمستفيدين من بنك التنمية الاجتماعية مقابل كفالة الصندوق انتهت نشرتنا وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها سمو للعهد يستقبل الرئيس السنغالي واستعرضان أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وزير الصحة يؤكد أن الوضع الصحي للمعتمرين والزوار مطمئن ولم نسجل أي تفشيات وبائدة المملكة تستضيف قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة الثاني والعشرين في نوفمبر القادم سلطات الاحتلال تواصل انتهاك باحات المسجد الأقصى ومطالبات فلسطينية بضرورة التدوخ التدخل لوفي هذه الاعتداءات شكرا لكم على طيب المتابعة في يمان الله